السلام عليكم. معكم انوح السلام. اهلا وسهلا بكم بالقناة. انتم عارفين يعني الملل يا جماعة اللي بعد المغرب يوم العيد. هذا اللي انا فيه الان. قلت انزلكم ذا الفيديو لان كان في واحد من المتابعين سائلني كيف يفتح حساب جوجل بلاي امريكي. هو الموضوع بالحكيكو موفة حساب. اصلا انت بتقلب حسابك الحالي على المتجر الامريكي يعني بخطوات اهلة جدا. زي ما انا بشرحه ذا الفيديو بس انت شوفه الاخير. على فكرة انو مسجل اطلاقطات الشاشة يعني التسجيلات من زمان ولاها فترة عندي بالكمبيوتر. بس قلت لكم يعني بما انو ما لقوله كذا. اصلا الفيديوهات اللي بعد دسمة يا جماعة مش حقدر اكمل منتجها واندزل وانا لي قاطع فترة. فقلت ذا الفيديو يعني خفيف بسيط لطيف. هنزله بسرعة. هو اتوكلنا. اه خلواني بس سيجاوب على سؤال بسيط جدا. في واحد حيسألني معنية وبالذات اللي ناس اول مرة تسمع عن فتح حساب جوجل بلاي امريكي. ايش الفايدة منه? اه حتلاقي تطبيقات والعاب حصلية في الامريكان يعني مش موجودة في المتجرى الخاص في دولة. احنا يهمنا المتجرى الامريكي لانو اه الاكثر طلب بسبب كلوتها الجيفت كاردي اجماعة. حتى الشخص اللي هو سألني جاي من الفيديو طبع الجيفت كاردي. عشان يعبي الكرت اللي هو هيشتري. اه لانو مثلا لو اشتريت انت كرت جيفت كاردي اماراتي. صعب جدا انك تلاقي برنامج بروكسي اه اماراتي عشان تقلب المتجر حق الجوجل بلاي على المتجر الاماراتي. فانت مش هتقدر تعبي الكرت. فدائما احنا نقول لكم تشتروا كروت امريكي يعني وتقلب المتجر تعبي الكرت وتخوش وتروح تشتري. بطبيقات والعاب وحتى من داخل الطريقات والعرابية يعني انا بشرح لكم كل شي بذال فيديو. تمام شوفوا الاخير. رجعنا لكم من جديد. في البداية تيجي على متجر جوجل بلاي الموجود في جوالك. وتفتحها. تيجي على خانة البحث. تكتب سكير في بي ان. تيجي على هذا التطبيق بالضبط. يتأكد انه نفسه مش تحمل حاجة ثانية. وبالاخير تقول لي مش شغل لا لا لا. تحمل ذات تطبيق. انا كمان بسيب لك الرابط اسفل في الوصف. وتتأكد انه هو. اه وبعدين تيجي بعد التحميل تفتحها بشكل عادي جدا زي ما تفتح اي تطبيق. اه هذه تلقائي هتيجي تضغط عليها. وهتختار البلايتر المتحدة. هتلاقي عالم امريكا كذا. المهم اه الان تم الاتصال بنجاح زي ما تشايفين حتى بيعد لي الثواني اللي الاتصال فيها بيمر. اه بس ملاحظة بسيطة ضروري ان تشوف ذات الفيديو من التليفون الحاص فيك. انه هو بالطول. اه فا لو انت تشوف الان من الكوميوتر اطلع ورجع تشوف من التليفون. ولو انت تشوف بالتليفون بالعرض اقلب التليفون على الوضع الرئيسي واصل. عشان تحصل على الطف تجروة مشاهدة وتبحث عن الحوار يعني الشرح. مش بالاخير تقول لي الفيديو مش واضح من طريقة مش شغلة. وانت اصلا مش عارف كيف تشوف الفيديو اول شي. اه خلاص اصلا هو تسجيل شاشة مع ايش ازيد اوضع حتى مش مخسر نفس اليوم وصور في الاستوديو. اه اخذ ذير لإضاءة واتبعاتهم صبور. ايلا يلا يلا. اه الان ترجع على مدير جوجل بلاي تعمل رجوع رجوع. وعلى فكرة الان كملنا الحساب صار بالمدير الامريكي. اذا تطبيقات والعاب خاصة بالمدير الامريكي الان تجي تحملها بشكل عادي. اذا حابب تكمل جيفت كارد. تابع معي. تيجي على القائمة. ودور حاجة اسمها تحصيل القيمة. هذه هي. في هذا المكان انت بتحط كود الجيفت كارد الامريكي اللي انت شاريه. خلاص هو الان معك تيجي تعمله هنا لصق. وتضغط على تحصيل القيمة. انا زي ما قلت لكم يا جماعة ان الهدف من ذا الفيديو هو استعمال الكود الجيفت كارد مع المتجر الامريكي. الان انا عمل تأكيد الطلب. هنا اختار الولايات المتحدة الامريكية من القائمة. اه لا تختار اي دولة اخرى. خليك على الولايات المتحدة الامريكية زي ما قلنا. الان نبيعمل وحيقول لك حسنا تم تحصيل القيمة بنجاح. صغير انا الان عندي بالرصيد عشرة دولار. عشان نتأكد تجي على الحساب حتاك بالعدادات المفضلة. عند البلد والملفات الشخصية الولايات المتحدة باسم فيسل سنان. هذا الحساب. اه باسم اخوي. الان يلا نجرب نشوف الكل اللي احنا ركبناه بيشتغل. حاجي على لعبة بنشحن شدات يوسي. اه نخلي اللعبة تشتغل. انا على فكرة قطعت الفيديو عشان ما نطول عليكم. المهم يا جماعة اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات لايك ومن شير. اه فتحت معنا اللعبة الان حاجي على قسم الرويال باس. اه حاجي على الرويال باس العادي عشان الفلوس كفي. بعمل شحن لصديق بس ارفض هذه الدعوات. عشان اقدر اعمل ارسال للشحن. اه هذا طبعا رويال باس خمس سائش احنا الان مدركان بالموسم. التسجيل القديم. بعمل له تأكيد. فتح اه هنا بيقول لي ضروري ادفع. اكيد احنا بنتفع الفلوس. اه تسعة فاصل سعوة سعوة سعين اه دولار. اه بعمل دفع الان بالرصيد دل جوجل بلاي. زي ما شايفين انا محدد دل رصيد. ما بس اعمل بطاقة اتمانية. وبعمل شراء. يطلب مني كلمة السر تبع حساب الجوجل. ضد طبعا اكيد انت تكون عارف كلمة السر. اه كتبتها وعملت اه اتمام. تنتظر ثواني لحد يخلص. اه الان بيقول لي اكتمال الدفع بنجاح. ويسألك هل انت حابب تشغل المصادقة في عمليات الشراء? انا بعملها تفعيل دوما عشان ما يكون في عمليات شراء بالغلب. اه الان خلاص كملنا. الان نرجع للعبة. قال لي انه خلاص اشترينا اليوسي وتم ارسالها للزميل. اصلا اه ما شحنت لنفسي شحنت. واحد اخر. اه بس من الحساب حقي. اه انتوا عارفين ذي الاشياء. اصلا انا لي فترة طويلة ما اقعد بلعب اوكي. اه خلاص الان اه نجي نشوف بالرسائل. ايوة تم الارسال. اوكي. حلو جدا. اه الان نقدر نطلع من اللعبة بشكل عادي جدا. نرجع على مدجر جوجل بلاي عشان نشوف كم باقي نار الصيد. اعمل تحديث الان. انا عارف ان حسابي مصفر بس حابب وريكم ونفين تعرف كم عندك رصيد. اه انا مثلا عندي الان او بوينت او ون. حاجة اقل من الواحد سنت بكتير. خلاص كملنا الان. بس جدا يا جماعة ضروري انك تشترك في القناة وتبع الجرس الاشعارات. لايك كومنت اسفل شارع واشتراك سوشي مليديا ضروري جدا يا جماعة دعا بالقناتي انا بتموت حرفيا يا جماعة. المشتركين بيطيروا. المشاهدات ما فيش عارفين كيف يتفعل عندي. وفوق كذا اليوتيوب ما بيطلعش الفيديوهات الخاصة فيها بالاقتراحات لانه هو يفضل محتوى الترفيهي الكوميدي ووووو. انا المشاهدات كل اللي جي عندي في القناة جايين ناس من البحث. فالمهم يا جماعة يعني دام وصلت قناتي ادعمني. عشان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة